قلناها بصراحة هذا تفكيري أنا وإخواني في الحركة الرشاد أننا عندما يكون هناك خطر كبير على البلاد فإننا نفضل أن تبنى العلاقات ما بين نظام الجزائري والنظام المغربي على أن تكون بينهم حرب أو على أن تتعاظم الخصومات لأن تعاظم الخصومات ولا قدر له وصولها إلى حرب ومرات رأيك كين حرب على المواقع وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وكين تحريض كين تحريض كبير وجهات كثيرة مستفيدة من هذا التحريض إذن حل الإشكالات الموجودة في الشمال الإفريقي في المغرب الكبير وجوار نضيفه هناك أول ساحل أجزاء كبيرة منها ستجد حلها عندما تحل العلاقات الجزائرية المغربية عندما تعود الأخوة وتعود العلاقات إلى طبيعتها وتعود العلاقات إلى التعاون بدل التخاصم إلى التعاون بدل التصادم فحينها النظام الجزائري لا يشعر أن هناك عدو له في المغرب يتهددوا والنظام المغربي لا يشعر أن هناك نظام في الجزائر يتهددوا وبالتالي تنزل الحمة تنزل التنسيون ينزل التوتر والقلق ويبدأ كل واحد يشوف بدل ما نصرف أموال على هذه الدولة وتلك الدولة وهذه الدولة وتلك البلاد وهذا النظام في إفريقيا وخارج إفريقيا من أجل التهجم على الجزائر أو بدل ما نصرف هذا المال في هذه البالد وهذه الدولة من أجل التهجم على المغرب سنجمع طاقاتنا قدراتنا أموالنا شعبينا نخبنا نجمعهم للتعاون كما كانت ذكرة المغرب الكبير قبل 35 سنة قبل 35 سنة كانت قضية الصحراء الغربية موجودة مع ذلك وصل الحسن الثاني والشدلي بالجديد في صيف 88 قبل حداث اكتوبر 88 بأسابيع بالمناسبة في سبتومبر 88 كان أول لقاء أو في أوت حتى اجتمعوا في وهرن واعتقد أن اجتماع ثاني كان في وجده يعني كانوا اجتماعين ووصلوا وقالوا نحن هذه قضية الصحراء ربما حالها مطول خلونا نبنو الاتحاد المغاربي ومن خلال ونحن نبنو في الاتحاد المغاربي راح الأخوة تتكبر والثقة تزيد بيناتنا ونفهم بعضنا أكثر وكل واحد يشوف المشاغل الطرف الآخر والهموم انتاعه ونحاول نحل المشاكل لعلها بعدها تتحل قضية الصحراء لولا النوجات حادثة مراكش حادثة الفندق وارتنمتها وهذه يقول هنا بكل صراحة نكت موجود في يومها نايبل السفير والسفير النهار اللي وقعت وقعت مراكش في أوت 94 إذا ذكرتي جيدة القيت زاهي رحمه الله كان اسم لاحي محمد سعيدي القيت مستبشر يضحك وكان هو يوصل للمكتب دائما قبلي كان يوصل بكري وأنا نوصل مع تسعة هكذاك فالسكرتيرا قالت لي العساس قال لي راه السفير طلبك مرتين والثلاثة قال لي لا وصل فلان نحتاجه في المكتب وبعدين لقيت السفيرات قال السكرتير قول يا راه السيموحمد من قبل ويسأل عليك خير واش كاين قالت لي ما نش عارفها دخلت عنده وجات هي ورايق قال لها طلبين نزجقهاوي أجل السيموحمد نلقاه ضاحك مستبشر كنت عارف كان عنده مشكلة على السكن وكانوا يطولوا عليه باش بعثوله لكريدي يعني دراهم باش يبني السكن وكانت أصفته مشتى فقلت ربما وصلت ودراهم فقلت له واش وصلوا بهذا المعنى تقريبا قلت له يعني وصل الامور تحلت يعني قال لي لا قلت له خير قال لي ما سمعتش قلت له شنو قال لي العملية انت مراكش اي قلت له سمعت بسراب قلت له قال لي سمعت واش دار الملك قلت له راه يقولوا بلي فرض الفيزا على الجزائريين قال لي هذا واش كنا نستنعوه هذا محمد سعيد محمد سعيد رحمه الله كان هو رئيس ديوان علي كافي بعد مقتل بوضياف جابوه هو رئيس ديوان علي كافي ما بين جويليا 92 حتى فبراير حتى 1 فبراير 94 عندما عينا الزرواء الرئيس للدولة وبعد شهرين أرسلوه إلى ليبيا بعد أشهر صرت هذا الحديثة فعنا قلت له كيفاش قال لي هذا واش كانوا الجماعة يستنعوه قلت له واش راح يكون قال لي اليوم ستسمع غلق الحدود قلت له بصح هذا قرار خطير جدا ناسي محمد قال لي الجماعة كانوا يستنعوه هذا الخطأ من طرف الحسن الثاني باش تغلق الحدود لأنه عندنا شكوك كبيرة من السلاح يدخل من المغرب وما كناش قادرين نديروها باش ما يلوموناش الدول الأخرى تعال الاتحاد المغاربي والأوروبيين يقولوا وراك متوتروا في العلاقات وراك مغلقتوا قال لي بصحني يقول لك القرار اليوم يتخذ أبا أربع ساعات بعد خم أو خمس ساعات بعد لقائي معاه في الصباح أعلن في الجزائر عن غلق الحدود مع المغرب عن فرض الفيزا على المغاربة كما فعلها المغرب وهذا كان منطقي لأنه رد فعل وسمى على ريس فروسيتي معاملة بالمثل لكن الذهاب إلى غلق الحدود كان كارثة وكان رد فعل مبالغ فيه